موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اليوم قمت بالزيارة لجامعة كفر الشيخ بصراحة شيء خيالي شيء ما فيش حد يتوقعه أبداً أن هناك جامعة إقليمية بهذه الروعة بهذا الجمال كل الكليات شرفت اليوم صحبني مع الوزير الدكتور مجد الدكتور محمالي رئيس جامعة كفر الشيخ شخصية محترمة شخصية دقوبة شخصية محبوبة من الجميع كما رأيت سواء كانوا من الطلبة أو من السادة أخضاء التنديس كل كلية زوحتها اليوم زوحت قليات كبيرة جداً أو كثيرة جداً في الجمعة من كلية الطروة السماكية كلية العلوم كلية السعطالة كلية ضب أسنان حب ملموس من الجميع لرئيس الجمعة شفت جانب كبير جداً من التطبيق العملي بجانب النظري داخل هذه القليات بصراحة اللي شفت اليوم الجامعة الكفر الشيخ مش موجود مش عاوز أقول في الجامعات المصرية كلها خلاص جامعة الكفر الشيخ أصبحت الجامعة الوليدة التي ولدت عملاقة بفضل القائمين على جامعة الكفر الشيخ الصرح الطبي الكبير جداً وهو المستشفى التعليمي لجامعة الكفر الشيخ من المنتظر أن السيد الرئيس الجمهورية مشاهدة الله خلال الأيام القليلة القادمة يقوم بفتتاحها كفر الشيخ طول عمرها كانت محافظة مظلومة هنا مظلومين فلما رئيس الجامعة يقوم بهذا العمل ويقوم ببناء هذا الصرح الطبي العملاق اللي أصبح دلوقت مش موجود في الدلتا كنا دايما نقول أن المنصورة هي عاصمة مصر الطبية أعتقد أن الفترة القادمة بالمستشفى التعليمي وبغير من المراكز الطبية اللي إن شاء الله بينتوي أو بتنوي الجامعة بناءها خلال الفترة القادمة دي هتكون هي عاصمة مصر الطبية بل عاصمة الوطن العرب الطبية خلال الفترة القادمة من خلال السروح الطبية العظيمة اللي بدأت تنشأ داخل نطاق جامعة كفر الشيخ أصبح المواطن في الكفر الشيخ بعدما كان مواطن مظلوم خلاص حسب أدميته حسب إن هو دلوقتي في ناس بتدور عليه في ناس خايفة عليه في ناس بتحبه دي كل اللي موجود داخل الكفر الشيخ الجامعة زي ما قلت أصبحت جامعة عملاقة أصبحت جامعة رائدة في مجال بحث العلمية في مجال الاشياء النظرية وإيضا العلمية أنا بقول إن جامعة الكفر الشيخ محظوظة تماماً بأن بيتولى قيادتها حالياً شخصية خلوقة شخصية محبوبة شخصية مخترمة شخصية بتحب بلدها بجد بتحب بلدها كل كلامه إحنا بنعمل عشان مصر كلنا محتاجين إن إحنا نعمل من قلبنا عشان مصر إن إحنا بننكر ذاتنا عشان بلدنا هذا مثال رائع جداً لإنكار الذات أستاذ الدكتور ماجد الكاميرا رئيس جامعة الكفر الشيخ أشكره مرة تانية على دعوته لي إن أنا سخصياً فخور كل الفخر بزيارتي لجامعة الكفر الشيخ فخور كل الفخر بإن أنا تعرفت عن قربة عن شخصية محترمة هو الأستاذ الدكتور ماجد الكاميرا شكراً للمشاهدة للمشاهدة